كمان مسؤول نادي الزمالك لسه بيحاولوا يضموا محمد اسماعيل مدافع زد وايضا احمد حسام لعب الجونة لدعم الخط الخلفي في الفريج جوزي جوميز عاش تبقى عارف قال لهم انا مش محتاج اوي تدعيم في خط الدفاع بس ادارة نادي الزمالك شايفة انه مع كسرة المنافسات والمباراة وضغط المباراة الفترة اللي جاية حتى ومع عودة الوينش الزمالك هيبقى محتاج مدافع اخر وبالتالي الزمالك ما زال يبحث عن مدافع ومفاوضات كبيرة جدا لضم محمد اسماعيل او احمد حسام او الاثنين خلونا نشوف لقيم اللي جاية فيها كلام بكل تأكد